فَمَنْ أَظْلَرْ مِمَّا كَتَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَتَّبَ بِالصِّدِقِ إِذْ جَاءَهِ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَتْوَىً لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدِقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونِ لَهُمَّا يَشَاءُونَ عِدْ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي يَعْبِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْعَهُمْ بِأَحْسَرٍ لَذِي كَانُوا يَعْبَلُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَدَهُ وَيُخَوِّ فُورَكَ بِالَّذِينَ مِنْ تُرْنِ وَمَنْ يُقْلِدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَالِ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ بِالْتِقَامِ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْلَّوَطَ لَيَقُلُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَيْتُمَّا تَلْعُونَ مِنْ دُّونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِظُرِّ هَلْهُمْ كَاشِفَاتُ ظُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْهُمْ مُنْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ قُلْ يَا قَوْمِ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَابِلُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِي عَدَابٍ يُخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَدَابٌ مُقِيرٌ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلْنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنْ اهْتَدَافَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ قَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلِيْهُمُ بِوَكِيرٌ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمتهمها بها فيمسك التي قرى عليها الموت ويُعْسِلُ الرُّهَا إلى أَدَلٍ مُسَمَّةٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ أَمْ اتْتَقَلُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاتٍ قُلْ أَوَلَوْ كَانُونَ يَبْلِكُونَ شَيْءًا وَلَا يَعْطِلُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ دَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُغْدَعُونَ وَإِذَا ذُكِعَ اللَّهُ وَعْدَهُ شُفَأَذَّتْ قُلُّهُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنْهُمَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِعَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَدَشِعُونَ قُلْ إِلَّهُمَّ مَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِبَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَمْ تَتَحْكُمُ بَيْنْ عِبَادِكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَغْتَرِفُونَ وَلَوْ أَنَّ الَّذِينَ عَلَهُمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَ مُعَهُ وَلَبْتَلَوْ بِهِ مِنْ سُوءٍ عَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقُوا بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَحْزِبُونَ فَإِذَا مَسَى الْإِنْسَانَ طُّهُ دَعَاءً ثُمَّ إِذَا خَوَّرْنَاهُ نِعْمَةً مِنْهَا قَالَ إِنَّمَا أُطِيتُوا عَلَى عِلْمٍ بَلْهِ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ فَمَا أَرْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ عَلَمُوا بِنْهَا أُولَاهِ سَيُصِبُونَ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا كُمُوا بِمْعْجِسِينَ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَلِسُطُ الْرِسْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرْ إِنَّ فِي ذَلِكَ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقَنَطُوا مِنْ ضَعْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِعُ التُّهُمَ جَمِيعًا إِنَّمُ هُوَ الْغَفُرُ الرَّحِيمِ وَأَلِئِقُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْرِمُونَهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَدَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَدَابُ بَعْدَةً وَأَتُمْ لَا تَشْعُونَ أَوْ تَقُولَ أَبْسُنِيَا عَزْوَةَ عَلَى مَا فَعْلَتْتُ فِي جَوْبِ اللَّهِ وَإِلْ كُنتُ مِنْ السَّاغِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَقُولَ حِنَ تَعْدَابَ لَوْ أَنَّي كَوَّةً فَأَكُونَ مِنْ الْمُحْسِرِينَ فَلَا قَلْ جَاءَتْكَ آيَاتِهِ فَكَتَّبْتَ بِنَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ بِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ دَرَى الَّذِينَ كَلَبُوا عَنَ اللَّهِ رُجُوبُهُمْ مُسْوَدًا أَلَيْسَ فِي دَهَنَّ مَسْوَدْ لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُرَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقُوا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسْهُمُ السُّمُونُ وَلَا هُمْ يَعْذَنُونَ الله خالد كل شيء وهو على كل شيء فكير له مقاليد السماعات والأرض والذين كفعوا بآيات الله أُلَارَ إِنَّ هُمُ الخَاسِرُونَ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْنُعُونَ إِنِّي أَعْبُدْ أَيُّهَا الْجَاهِدُونَ وَلَقَدْ أُرْيَنِكَ وَلَا الَّذِينَ بِهُمْ قَغِرِكَ لَإِنْ أَشْرَقْتَ لَيَحْبَقَ عَمَرُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَلِلَّهَ فَاعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ أَبَّا قَدْرِي والأرض جميعا قبرته يوم القيامة والسماوات وطرياته بكبيره سبحانه وتعالى عم ما يشركون ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإنهم طيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربنا ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يؤلمون وغفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيط الذين كفروا إلى جهنم سبرا حتى إذا جاءوها ضعت أبوابها وطالهم خسرتها أَلَمْ نَأْتِكُمْ عُسُلٌ مِنْكُمْ يَسْلُونَ عَلَيْكُمْ أَلَيْكُمْ أَلْيْكُمْ أَيْنَا فمئس أثوى المتكبرين وسيقى الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمعا حتى إذا جاءواها ومضعت أبوابها وقال لهم خزاتها سلام عليكم طبة فجغلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأراتنا الأرض ونتبور من الجنة حيث أشاء فنعم أبع عابدين وتغلل أن تعافين من حول العرش يسبعون بحمد ربهم وبضي بينهم بالحق وطيل الحق لله رب العالمين حريم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الدوب وغافل الدوب شديد عقابة الطوب لا إله إلا هو إليه المصير ما يدادل في آيات الله إلا الذي كفروا فلا يغلوك تقبلهم في البلاد فتبت قبلهم قول روح والأحزاب من بعدهم وأمت كل أمة درسلهم لأخذوهم وتعادلوا بالباطئ لبعضوا بإن حق فأغلتهم فكيف كان عقاد وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنه نصار النار الذين يحبنوا العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنوا ربيه ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمته وعلمه فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك رضيهم على فتحين ربنا وأدقهم جنات عدل التي وعدتهم ومن صلحة من آبائهم وزوائهم وذلياتهم إن كانت العزيز الحكيم وقيم السيئات ومارتق السيئات يومئذ فقد راعمت وذلك هو الفوز العظيم إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُونَ لَا دَوْلَ مَقَدُوا اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقَدِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِنْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ قَالُوا رَبَّا أَمَنْتَ نَثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَ نَثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذْرُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُجٍّ من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كمط وإن يشرق به تؤمنه فالعب لله العلي كبير هو البديل كبانته وينزل لكم من السماء بسقى وما يتذكر إلا من يريد فدعوا الله مخلصين له الدين وله كده الكافرون وفي عدى رجاله العقش والجرع من أمره على من يشاء من عباده ليغادر يوم التلاق يومه بارز ولا يخفى عن الله منهم شيء لمن يبقل كل يوم لله الواحد طهار اليوم تجزى كل نفسه بما كسرت لا غضوى اليوم إن الله سريع الحساب وآلهم يوم الأعزفة ذكره لدى الحناجر كاطبين بار الطالبين من حبيبه ولا شبيع يطار يعلم خائنة الأعين وما تحفي الصدر والله يقضي من حق وذله يدعو بالدني لا يقضي بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظر كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبرهم كانوا من أشد منهم قوة وآتاوا في الأرض فأخذوا الله بجذوبهم وما كان لهم من الطريب الواق ذلك بأنهم كانت تأتيهم حسنهم بالبينات فكفعوا فأخذوا الله إنه قبيل شديد العقاد ولقد أرسلنا موسى بالآياتنا وسطن المبين إلى فرعا وهمى وقالوا فقالوا ساحر كتاب فلما جاءه بالحق من عيدنا قال فتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا رسالهم وما كيد الكافرين إلا في طلب وقال في الأرض دعوني أقتل موسى وأن يدعوا ربا إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آله العرب يدعوا إيمانه وأدعوا تلقوا رجلا أن يهد ربي الله وقد جاءكوا بالبينات من ربكم وإن يكو كاربا فعليه كذبه وإن يكو صادقا يصبك وبعض الذي يعيدكم إن الله على يدي من هو مسلم مبهد يا قومي لكورون كل يوم طيبين في الأرض فمين يصروا بردس الذي إذ جاءنا قال في الأرض ما أريكم إلا ما أغرب ما أهديكم إلا سبيل وشاد وقال الذي آمر يا قومي إني أخاف عليكم من يوم الأحزاب من أدب قوم يرغبوا وعادوا وزمودوا الذين من بعدهم ومن قام يريد كل من العباد وإلى قومي إني أخاف عليكم يوم التمال يوم تولوا لمذبرين ما لكم من الضائم العاصر ومن يظلم الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل كل بنيات فما أزلتم في شك مما جاءكم حتى إذا أردت قلتم لأي بعد الله من بعد رسوله كذلك يضل الله من هو مسرف مردان الذين يدارمون في آيات الله بغي سلطان أداهم كرغبا وتمعيد الطعي وعيدا الذين آروا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر إذ تباه وقال فرع يا قومي إني سرعا لعلي أبدو الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني أغنه كالبا وكذلك زين لفنعنا سوء وعلي وصدع السبيل وما كيد فنعه إلا في تباه وقال الملي أغنى يا قومي اتبعوا يهديكم سرين وشال يا قومي إن مهدي الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرى من عمل سيئة فلا نجزاء إلا مثلها وما بعيدا صالحا من ذلك إنه مزارا ومؤمن فأولئك يدخلون الجنة يغزرون فيها بغير خلسا يا قومي ما هي أدعوكم إلى النجاة وتدعوني إلى المع تدعوني للأقفى بالله ومشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفا لا درم أن ما تدعوني إليه ليس له دعمته في الدنيا ولا في الآخرة وأن ما ردها إلى الله وأن المصرفين هم أصحاب الله فستذكروا ما أقول لهم وعفوا يضر أمري إلى الله إن الله بصيرهم بالعباد فرضاهم الله سيئات ما مكروا وعاقب آل فرعوها سوء عداد النار يحضر عليها وذره وعشيا ويوم تقولوا الساعة أن يقلوا آلاف عور أشد العداد وإن يتعادون في النار فيقول الطعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مرون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله يحكم بين العباد وقال الذين في النار بخزنة دهن ودعوا ربكم يخفف عنا يوما من العداد قالوا أولا تكتلكم رسلكم بالبيناء قالوا بقى قالوا فرعوا وما دعاء الكافرين إلا في طباب إنا لنا صرر سنما والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الطالبين معدرتهم ونفقوا النعنة ولهم سور الدار ولقد آتينا موسى المدى ولقد نام إسرائيل الكتاب هدى ولك عالم للأنباب فاصفر إن بعد الله حقه واستغذب لدربك وسبح لحد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يدادلون في آيات الله بغير سلطان أداءهم إلا في صدورهم إلا كدعوا ما هو ببارضه فازدعب بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكثر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيق قليلا ما تتنكرون إن الساعة لآتية النعيم فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستغيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون دهن مداخلين الله الذي دعلكم الليل لتسكتوا فيه وأن أعروا بصيرا إن الله لك فرض على الناس ولكن أكثر الناس لا يشترون ذلكم الله ربكم قالب كل شيء لا إله إلا هو فأنا تنفدون كذلك ينفدوا الذين كانوا بآيات الله يجعلون الله الذي دعلكم للقرارة والسماء أبناءه وصرركم فأحسن شعركم ورثبكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت ونعبد الذين تدعون بهدون إلا ما كان يلبينات من ربي وأولت أن أسلم لعب العالمين هو الذي أغلقكم من طراب ثم من مطفة ثم من علاقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا وشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويمين فإذا أقرار أمران فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجابلون في آيات الله ألا يصبحون الذين كذبوا بالكتاب وبما رسلنا به رسلنا فسوف يعنقون كذل الأغدال في عناقهم والسلازل يصحبون في الحميد ثم في النار يصجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشكون من دور الله قالوا ظلوا عنا بل لم نكن ندعوا من نقبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلك هو بما كنتم تفرحون في النار بغير حق وبما كنتم تفرحون ودخلوا أبواب جهنما خالدين فيها فبسنسوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نري أنك بعض الذين عدوا مونة وفينك فإلينا يرجعون ولقد رسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم مزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إذن الله وإذن الله فإذا جاء الله قضي بالحق وقصر هناك المبطيون الله الذي تعال لكم للعمل تركبوا منها ومنها تقولون ولكن فيها منافع لتبلغوا عليها آجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تعملون ويريكم آياته فأي آيات لا تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاطبة الذين من مقبلهم كانوا وزر منهم وعشده وتمواثا في الأرض فما عندهم ما كانوا ينسبون فلما جاءت الرسل بالبينات فرعوا بما عندهم من العلم وحرق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأسهم قال ومنى بالله وحره وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفع بمالهم لما رأسنا سنة الله التي قد خلت في عبادي وخسر هناك الكافر حبيب تنزل من الرحمن الرحيم كتابه بصلت آياته قبلاً عربياً لقوم يعلمون بشيراً ونذيراً فأعروا أكثرهم فهم لا يسمعون رضعوا قلوبنا في يكنة مما تدعوها عيلي وفيها ثانيا وقروا في بيننا وبينك حجابهم فعمل ما نعاملون قل إنما نبشرون مثلكم يوحى عيني أنما إلهكم إله وعقلوا فاستقيموا إليه واستغفرون وعينوا للمشركين الذين لا يبطون الزكاة وقلوا بالله أغطيهم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مجر وممنون قلت إنكم لتتهمون بالذي خلق الله في يومه وتجعلون له ودادا ذلك رب العالمين ودعا فيها واسيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها ووتها في أرضا في أيام سواء أبن السائلي ثم استغاها إلى السماء وإن يدخلوا فقالها وإن أغضت فيها طوع النوكرها قالتا أتينا طائعين تفضلن سبع سماوات في يومين ورحى في كل سماء إن أبغى وزينا السماء الدنيا من أصابيها وحفظة ذلك تقدير عزيز عليم فإن عرضوا فقلنا ندردكم صائقة مثل صائقة عام وثمون إذ جاءتم ورسلوا من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا بأنزل ملاكتا فإنا بما أوصلتم به كافرون فأما علموا فاستقعوا في النظر بغير الحق وقالوا من شد بالنام أولم يروا أن الله الذي خلقه هو شد بالنقو وكانوا بالآيات آية حلون فأوصلنا عليهم ريحة وصرقية من حساب لنذيقهم عذاب الخدس في الحياة الدنيا والعذاب الناخرة يخزى وهم لا ينصرون وأما ثمون فهديناهم فاستحبوا العمل على الندى فأخذتهم صائقة العذاب المون بما كانوا ينسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشروا عذا الله إلى النار فهم يزعون حتى إذا من جاروها شيد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا بجلودهم لمشيتم علينا قالوا أنه تفر الله الذي أنه تفر كل شيء وهو خلقهم أول مضطه وإليه ترجعون وما كنتم تستطيعون أن يشهر عليكم سمعكم ولا بصاركم ولا دلودكم ولا ترغلنتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم مرضاكم فأصبحتم من القاسرين فإن يصبروا فالنار مسر لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيمنا لهم قرنا فزيدوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وعق عليهم القول في يوم مير قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقالا الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوين لعلكم تغذبون فلنذيقا الذين كفروا على فر شديدا ولنجزينا مسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء وعداء إلا إنا لهم طيادة والزلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجاهدون وقالا الذين كفروا ربنا لذين يغلقنا فمن الجن والجن سنك عن ما تحتى قدارنا ليكونا من السجين إن الذين قالوا ربنا الله سن الزقام وتتنزل عليهم البلائكة والآلقاء ولا تهزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم تعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من رفع الرحيم ومن أحسن قولا مما دعا إلى الله ورحمل صالحا وقال إنني بلا المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إذا فعملتني أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوتك أنه وليم حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا نوعظ عظيم وإما ينزرنك من الشيطان أزغر فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الميل والناء والشمس والقمر لا تسجدون الشمس ولا القبر واسجدون الله الذي خلقهم إذ كنت بياه تعبدون فإذ استكبروه الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون الله أكبر الله أكبر ومن آياته أنك تغلق خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء تزدقربة إن الذي يحياها لمحنوتا إنه على كل شيء قدير إن الذين يحلون في آياتنا لا يخطون علينا فمن يلقى في النار خير أمن يديا من أيه بالخيامة يعملوا ما شئتم إن الله بما تعبلون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يدينه الباطل من بين يديه ولا من خلف تنزله من حكيم حميد ما يغال لك إلا ما أخذتين للرسل من قبلك إن ربك لنه أغفرته ونعقى بالنهيم ولو جعلناه قرآنا عالميا لقالوا لولا مصلت آياته الأعلمي هو عربي قل هي للذين أخل وللذين آمنه ذا هو شفا والذين لا يبينون فيه لأنهم وقعوا وهو عليهم عمى أولئك لا لولا من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب أخذف فيه ولولا كلمة سرقت من ربك نقضي بينهم وإنهم لبي شك من مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساف عليها وما ربك بغلا من للعبيد